اشتركوا في القناة لكن اللي حصل من اصحاب القمصان السوداء ما ينفعش نعديها القمصان ولا النواي القمصان ولا النواي خلص الموضوع طب هو سوء التحكيم ولا سوء الجمعة طب سوء التحكيم وعرفناه سوء بخت سوء حظ سوء اي سوء سوء على مهلك لكن انت اضفت حتة ولا سوء الجمعة ايه مع ان المباراة كانت الحد مش الجمعة بصوا استاذ ابراهيم هو احنا ما فيش مناقشة ان التحكيم طالما انه عنصر بشري بيخضع للحظة اللحظة دي الحكم فيها شاف ما شافش تصرع ما تصرعش تقدير ما تقدرش فاول غلطة بنقول سوء تقدير طب تاني غلطة لا ده سوء بخت بقى انك انت الحكم عمال بيغلط عليك انت بس طالت غلطة بقى سوء حظة لا سوء نية سوء نية انا اخدها كده بقى طب الغلطة الرابعة لا احنا بينا في سوء الجمعة بقى سوء الجمعة حيث كل شيء للبيع ليه بقى بقول هذا الكلام لاني انا يعني مش عايزين نقول اي يعني رد فعل الكابتن عصام عبد فتاح على اوجاع النادي الاهلي هذا كلام عايز يتبلع اه اشرب ما احنا شربنا في المطش ده لا اتزعلان ان احنا بنتوجع اه هو احنا كابتن صادر حفيز طالح بقول قدرات طب عشان تعرف انها قدرات يا رد يا جماعة جابونا والنبي لقطة حكم المباراة ده في مطش الاسماعيل ايه مش موجودة لا مش نفس الحكم مش نفس الحكم اه طيب بصرف النظر لما حكم في مباراة الاسماعيل يعمل كده ده ينفع ان هو يحكم تاني اه الكرة دي احنا عملين نتكلم ولما ييجي في صدادات التحليل على العمد ووضع اليد في مصار الكرة والمسافة بين اللعب اللي شاط واللعب اللي اتشاطت فيه كل دي المعايير دي ما تديش ضربه في اللعبة دي هو المسافة بين عمر السلية واللعب ده وبيتدي له ظهره يعني بيتدي له ظهره فجد بين القبط والزراعة ولمست فاخده وهي وهي رايحة يعني انت لما تيجي فيه لقطة من وراه هتشوف كرة التكاد تكون مشيت على رجل السلية ولكن انت وبمنتهى الثقة رحت حسبتها على الرغم انا قلوم ايضا حامل الراية انت شفت ايه انت شفت ايه حامل الراية ما احنا شفناه من ورا لا الناس بتحاول تلاقيه لها علاقة بالدراع اللعب اللي هي كانت في مكانها الطبيعي وانا بلف حوديه فيه وانا بلف حودي دراعي فيه بلمه ناحية صدري فجد تحت بطي طب حوديه فيه دانا لو عملته كده ممكن تحاسبني لو فردت دراعي جنب رجلي تحاسبني لكن انا بحط دراعي على صدري طيب اوديها فيه يعني مال مطلوب اهو الدراع اليمين فين دراعه الدراع الشمال اللي هو المفروض ده ما جادش فيه كورة الدراع المفروض الوضع التشاح بتاعه ده طبيعي جدا ما جادش فيه كورة دراع جاعة من صدريه ايه قدام لان لو جاد في دراعه ده كترجعت في الاتجاه العكسي او نجلت تحت ايه او طلعت فوق ايه لكن ما تمشيش في اتجاه دراع اذا هي جاد في الدراع اليمين اه اللي كان بيحطه على صدره عشان يتجنب انها تخبط فيه لا يوجد اي نوع من العمل ولا القدرة على انه حتى لو جاد في دراعه اللي احنا كلنا شايفين انها بجادش كمان في دراعه طب ايه الفريد جاد في دراعه طب يودر دراعه فين يودر دراعه فين ايه بص في رجله بص الرجله عاملته في الكرة اه رفعتها الى مستوى السيد اه بالضبط يعني جاد في رجله زي الكرة التانية زي التانية من رجله زي التانية اللي بقولك طب هو شاط الكرة هلاش هجاد فييده هيعمل ايه طب هو هو بيرفع رجله كده عارف ان هو هيودره فين ورغم كده من رجبته لسيدره الكرة دي عدد مباراة السنغال مع جنوب افريقيا طيب يا سيدي مش هتعيد المباراة تقديرك كده خلي معي يا لك واحد بقى يعني انت كحاكم اهي بعدية بديئة يعني انت حتى مفيش شعور من جنبك انت من جواك بيقولك حاجة لسه حاسب ضربة جزاء مشكوك فيها هنا وايه السقة دي وانت شايف الكرة وفاق وانت شايف ان عبدالله ده عبدالله لو ما وقعش ده هو لو تخطط بجوم شاكل تتجون فاضي هو حلو عليه ها يعني هو عشان يقع هو عداه وعلى بيجي تحتكات عداه وايه لا بقص الكرة يعني أنا الحاكم شايفها كده ب الضبط رقبته ايه رقبته بعقد مش رقبه هو وقف في الزاوية دي اللي احنا شايفين بيها انا بتكلم عن الحارس يا سيدي انا بكلمك بقى على الحاكم اه الحاكم شايف الكرة كده ب الضبط اه ومشايف رقبة الحارس فما تقوليش ان هادي تاني غلط يبقى ده سوء باخت في اليوم اللي مش راضي يعدي ده عبليها بقى على فكرة دي تالت غلطة قالينا ضرب الجزاء دفع فيها وليد أزارو ودي رابع غلطة دي رابع ضرب الجزاء يا جماعة دي كرة طب قول لي بالله عليك طب بص الكرة هاي المدافع ده بيلعب الكرة في اتجاه مرمى ما هو في وشه للمرمى إذن هو طالع يضرب طالع يناو المدافع يعني طالع فين واجهه فين ما بيشتتش كرة الخارج المبعب ده وشه لجونه عمر جمال ضد الإسماعيل السنة اللي فات نفسه ضرب يعني شيء غريب جدا بللتي واضح جدا ياريت جو قولنا بس منالتي تعليمي يعني الحاكم حتى لو ما تعلمشي دي من الضربات نفس الكرة بس دي بقى ايده مفروضة دي اوضح واسهل وفي مواجهة الجنو ايده مفروضة يعني انت شفت التانية لا كمان اصد خد بالك حجم الاستفادة بتاعت المدافع لو ما جاتش الكرة في ايده هي قالش وطلع يعني راحة للأهل يا سيني ما هي في اتجاه الكرة منعتها عن احمد فتح بص يعني لو ما جاتش في ايده احمد فتح رايح على احمد فتح فما تقوليش حجم الاستفادة من الخطأ ولو هو غير متعمد خطأ استفادة كاملة انت بمعييرك انت حسابتي دي ضرب الجزاء الان جات في رجل نفس المعيير جات في رجل معين التاني بظهره بقى ومش شايفها وايده ملمومة دي واضحة ويا اخي دي تالت كرة انت عايز ايه عشان كده اللي كان بيقولوا ان اه اذاره لما اتماش شدن بالفانيلا في الانفراض ده طالما اه اه اتزانه اه فقده يقع ما كانش حديله ضرب الجزاء لان خلاص الناس عارفة ان الحاكم ده مهما وخلي بالك ان لما اللعيب المدفعين بيطمئنوا للحاكم انه مش هيحسب عليهم ضربة الجزاء خلاص بقى اه الضراوة بتاعتهم في الدفاع خلاص وحريتهم في استخدام كل شيء من دفع الى عرقلة الى الزراع الى كل شيء بتمنعني حزز بالامام بتمنعني فنيا ان انا استفيد من فرصي مهما فلما تكون الاولى لا سوق تقدير التانية سوق بخت التالتة سوق نية اكتر من كده سوق رقاز اه سوق جمعة اللي مباح فيه كل شيء بقى احنا عندنا في البلد سوق الحد والمواطش كان الحد خليه بقى انت اه ازهاره لا دي دي الاخرانية فيه وعدة في الاول وعدة مزقوق من ظهره مدفوع من ظهره الادام مدفوع من ظهره الادام ودي اعتقد اعتقد قبل كده يعني طيب اللي بيطالب اتحاد الكورة ده بالموقع الرسلي لا استنى بقى احنا كل ده بنقوله ليه نحن استعرض لك كل الحالات واحدة يعني احنا ده كل بنقوله ليه اه لان طلع الكابتن اسام عفتاح زعلان من الكابتن سعد عبد الحفيز اه وبيقوله جملة غريبة جدا انا فتفرج على زميل هاني حتحوت اه نعتبرها ان الحكم ما عندوشه القدراء وده اللي قاله كابتن حسام البدري هو هم بيقولوها بادب لكنه ما عندوش النية واخد بالك اربع مرات او خمس مرات يبقى ما عندوش النية فانت وعلى فكرة عشان بردس الناس ما تفهمش كلامنا احنا ملناش ضعب المنافس المنافس عامل جيم كواس قوي اه مش مسئوليته ان الحكم بيعمل كده تكتكيا ادى بشكل جيد عمل اللي عليه وطلع بالنتيجة ملوش دعوه هو بالحكم فاحنا ببننتخد كده ما بيقولش ان الحكم كان يجامل المنافس لا احنا بقول الحكم كان يوميها في حاجة مش طبيعي شغلاء في حاجة مش طبيعي ممكن يبقى مش مرتاح لحد في النادي الاهلي ممكن يبقى في مشكلة عنده اه اه هي في مشاعره تجاه النادي الاهلي ملاش دعو بالمنافس يعملها معاك مع اي منافس بخذ بالك فانا النهاردة عشان بس الناس ايه بتخلطش الاوراق اه نهن اه طلع الجيش على اداءه وانه قدر يعمل مباراة اه منضابطة امام النادي الاهلي وطلع بالنتيجة اللي هو عايز خلاص على جامل لكن انا بتكلم على تحكيم انا يا فرحتي انك تقولي الحكم مخطع على فكرة انا مش مش شاري بقى وحكات انه ايه الحكم حيتوقف لا مش حيتوقف ولا حد حيوقف بعد ما تقالت طلعوا قرار طلعوا خبر انه ما حصلش ايقاف يعني طلعوا اه اه متأجد اه مش هيوقفوا حد يا عام اه مش هيوقفوا حد ده الاهلي اللي ما بتوقفش حد يغلط معاه لانه عارفين الاهلي لعوا حدود في الاعتراض بيترفع الحد بس بص يا صدف رهيم خلينا بقى نتكلم ونفرد الاحداث عشان الناس وهي بتقارن تعرف في الفين وخمستاشر الدوري دعم الاهلي ازاي ازاي مالك دعم انه ستة بنت في اول مطشين راح الاهلي خسران الرجاء راحهم حطلنا في جو غريب امام القسيوتي جدا القسيوتي اه اه جو غريب جدا يا ريت جبولنا حاجة اللي جبول لينا ضربتين جزاء ولينا جن صحيح ملغي ها المسلم الفين واربعتاشر ولم يحمل حكم لعبت الاهلي فقصيب عمر جمال واخترناه طول موسم برباط صليبي ولم يحمل ده هو في البداية اجبارك تلعب المباراة في الاسيوتي في ملعب الاسيوتي في ملعب غير صالح اه ولم يحمل وليد سليمان فانفعله ففقدته اربع او ست مطشات انا مش فاكر يعني مباراة كلها خسائر ودم وتم يعني اهدار فارق النقاط اللي كان الاهلي مجرد اهو اهو برافو شارب بيفكرك يا دي الاهلي والاسيوتي 2015 عرفين المنبع عشر 2015 اهو اهو ضربة جزاء هاي بالإيد اهو والحكم فان فوسطيه فوسطيه يجي ما عم تفهمونيش شاهد عيان اصر الحكم بشر واخطاء تحكيم شاهد عيان لا مش اخطاء تحكيم دي مش اخطاء تحكيم ده وعي تحكيمي ايوه وبعدين ما تقولوليش بصوا بصوا ببعادها ازاي اهو طابوا الحكم فين اهو مشتارك في بص اهو اهو ببعادها بيد متعب هاي الجنة يا عم ما قدام الحكم اه وبعدين جبنا جون حسب وقفصايا يا استاذ ابراهيم العالم كله ما بيتكلمش في الهاري اللي احنا بنقوله ده اذا اخطأ الحكم يخضع للتحقيق اذا كان تصر عليه علامات استفهام يتعقبوه وشوفنا حكم بتشطب بعد سبع سنين اه وشوفنا حكم بتشطب بعد سبع تشهر اه يعني اه متابلة بعد سبع سنين ولا عشر سنين اه اه لمتي بعد سبع تشهر اه واخد بالك وكلهم لهم اكتر من حد اه اتفرق بقى الشرطة بتاع الساد فتحي اه الموسم اللي هارونا فيه ان الاهلي خادت دوري ظلما اي الموسم ده احنا كنا متقدمين اه تفضل ده 2008-2009 بص ونبي بن التلت حسب على الاهلي بص بص لا هاته تاني هاته تاني ده نزل على رجبة ونص ورح نايم على جنبه اه وشوف الجنل للاهلي اه بص 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 دي تحسب الضرب الجزاء اه ودي ما تحسبتش ضرب الجزاء للاهلي اه وبعدين وبعدين يوعد على الاهوة في الاسماعلاوي اللي هم شفته عملته لا بقعد في الستوديو مع الاهوة وحيد مع ألترس اسماعلاوي ينتاخد في الاهوة ايام قنات مودر نسبورت اه بعدين عب شهرين اه وهو لسه ما اعتزانش تاي وهي يجي يخصروا الاهلي ماتشو في اتنين في ثلاثة ولما يتساوي الاسماعيل مع الاهلي يقولك اه اه ريشة جامل الاهلي عشان يكسب الدوري طيب ما كان من البابه اولا بديتني حقه في الماتشات اللي فات ما كانش حيبقى فيه ماتش فاصل الكلام ده اه انا بحطه لكابتنى عشان يشوفه لا احيانا السوق النية لازم يخليك تحقه لان حد حقه مع الحكم ده حد حقه معه هو قاعد مع الاهوة اسماعلاوي وبيعتهم ان هو حكم عامل ولسه مخصر الايل مباراة الشرطة انه يقول التحكيم بيجابل الاهلي وقعد مع مشاجعي الاسماعيل اللي وهو صفر ضد الاهلي ماتش كله ظلم في ظلم ماتش يدحك حقات معاه ادانته ولا الهوة ادانته شطبته هو لما طلع وابتدينا الحملات رح مبطل ما اقدرش يحكم تاني من نفس حكم زي احمد حمدي ده يقول تفسير يريته يطلع يدنا تفسير لا ما يقوله لنا ما يقولوش للي يقوله لعصام عفتاح واللجنة ايه تفسيرك لهذه الاخطاء لانه شمعت ان الحكم بشر تقدر تعلق عليها كل المصايد السودية يشوف له واحد يعني ما هو الهعب بشر والاداري بشر وكله هو البشر بيجرد كلها عندها مشاعر بس ارجوكو هو يقول تفسير هل كل هذه الاخطاء لما الناس كلها اسدزت واسدزت اللي احسن منه في التحكيم هتسمعوا اراءهم دلوقت مجمعين على هذا الاخطاء طب هو بسلامته ما احتسبش كل ده ليه وما حددش نفس المعيار اللي احتسب به ضربة الجزاء للطلاع بنفس المعيار ضربة الجزاء الليل ايه تفسيره ياريت يقول لكابتن عصام ولكابتن وجيه والعزب حجاج ولكل كابات اللجنة الحكام يقول لهم ايه تفسيره هل هو بليد هل هو ما شافش هل تحركه غلط هل مسربط مع المساعدين هل هو عن دونية هل هو مش حابب ان الاهل يكسب ايه تفسيره لحجم الاخطاء دي لما يهملها عشان افرد قال ان انا في كل واحدة من دول تمركزه غلط يبالا اقعد في بيتك لانك انت عايز تتكلم على مسابقة جديدة بموسم جديد مطموحات كبيرة ايه بقى ايه تفسيرك لكل ده انت عندك قانون خاص بيك ولا انت ايه يعني ياريت يقول للاجنة تفسير لكل هزي الاخطاء اذا استح اوضح ضرب الجزاء مجاتش على هنا بتاعت دفع مش عارف عبدالله السعيد ولا اظهره غالبا اظهره في ظهره اظن عبدالله السعيد اه الدفع في ظهره طار الكابتن جمال غندور قال شفته الدفع عملته في اللعيب هنسمع هربط جزاء طيب اله اللي بيطلب هو طلب اتحاده الكرة باجادة اختيار حكامه ومراعاة العدالة ده ابسط الحقوم تهيالي يعني الاهلي لا تجاوز ولا غلط هطمن الاهلي على معلومة عندي اه محطوطة قائمة حكام الزمالي وقائمة حكام الاهلي من دلوقتي اه ده هلعب هنا ده هلعب هنا معناه نسمة الكابتن عصام بيقول السنة ده ما فيش حكام ملاكي ما فيش نادي مش هروع لحكي محطوطة حوائم ومترتبة بيه اتمنى وكابتن حسام البدري قال للموقع الرسمي اللي اخطاء التحكمية كانت وراء التعادل مع الجيش وما يعني ما اضفش جديد الرجل لانه كل الخبراء هيقولوا كده وكابتن سيد عبا حفيز قال التحكم لما ينصف الاهلي امام الطلاع طبيعي مدرب طلاع الجيش بقى كابتن احمد سامي قال الدنيا لم تخلق من اجل الاهل والزمالك فقط لا يا كابتن سامي الدنيا خلقت من اجل العدالة بس يعني انت تظلم الاهلي او الزمالك اكسب واذا توجعوا يبقى تقولوا ما تخلق اكسب اكسب بس انا انا عايزك وانت بتتفرج على كل الاخطاء التحكمية اللي ساعدتك في الفوز انت غضبت وزعلت من زميلة صحفية في القاعة لتلك بمساعدة التحكم مدرب عشان كل واحد فيكم يعملوش حساسية انتوا لو مدربين بتلعبوا في الدوريات الاوروبية لا الاعلام بيمسك المدرب بيشتفه في كل اخطاءه لكن انتوا لما الاعلام بيستخدم اي حق من حقوقه النقدية ممكن تكون انت شايفها سؤال ملون قد يكون بس في النهاية المدربين الكبار عنكوا اوي اوي برا لا الاعلام بيقدر فعلا ياخد حقه كاملا ويقدر بقولك بيشرح المدرب وبيشرح الاداري اللغة اللي الاعلام المصري بيستخدمها اللغة لطيفة جدا ولغة مخففة قدام اللغة المستخدمة في الاعلام الخارجي لو انتوا بتشوفوا اللغة برا عاملة ازاي في قسوتها لا كلام لعبتنا ومدربيننا وإدارييننا ما يستحملوش الكلام ده فمش عشان واحدة قالت كلمة اتقال فيها اللي بقال اللي انتوا هتشوفوه كابتن احمد سامي دلوقتي هي غلطت معك خلاص لا وانت قلت له مش حاجب على السؤال ده ده رد كافي جدا مش حاجب على السؤال ده انما يجي لك جلطة ويجي لك معرفش ايه لا لا زي كنت بتشجعي الاهلي وراح زجج باسم الاهلي اه ومسيكي عالي معودي في المدر ايه اللي خلت تزج باسم الاهلي يا كابتن احمد وهو الحلقة اللي فاتت احنا انا شخصيا اشتلك باحمد سامي كواحد من المدربين اللي وعدين فعلا يا سيدي كويس واحنا حبنا اداءه في المباراة واحترمناه صحيح لكن انت متحامل ليه على الاهلي والاهلي قال لك حاجة هو الاهلي هو اللي قال لك اه التعليق ده اه انت في المؤتمر صحفي انت مؤكد خسرت كتير جدا من الناس كانت بتحبك فعلا اه يعني بدون مناسبة كابتن احمد وانت رجل الوقور اللي ماشي في الضل بقلك سنين مش بمجرد ما يو يعمل اسمه بعارق وبتاعه وبعدين انت عملت اتعادل مع الاهلي الناس ما قالت لك كترخير دي يعني انت عملت شيء كويس واكلمت كويس قوي من ناحية الفنية طب انت بتزج باسم الاهلي ولم تخلق من الاهلي طب ما انت لعبت في الاهلي في الاسماعيل يعني اي الاهلي يعني انت لفضلت في الاهلي كنت هتقول لم تخلق من غير الاهلي ليه بتقول كده ليه التعليقات التي يتم الزج بالاهلي او حتى زمالك ليه الاندية دي تتحمل فوتيني مش بتاعتها انت سيدي افرح بأداءك ولما تقول لك واحدة بأخطاء التحكيم قلها يمن لك يمن عليك يمن ظلمنا من حقك طيب في تأرير مهم اللي جريدت الوطن قالت هدده والتحاد الكرة بالشاط بمعلومات قد لا تعرفها عن حكم مباراة الاهلي وطلع الجيش ده على مسؤولية جريدة الوطن قالت جدل ونواسع ساره احمد حمدي حكم مباراة الاهلي وطلع الجيش خاصة في الشوط الاول بعد عرقلة عبدالله سعيد داخل منطقة جزاء الجيش من قبل محمد بسام حارس الجيش احمد حمدي حكم بدأ في الدور الممتاز من موسمين حيث خضى 15 مباراة فقط خلال الموسمين الماضيين وجاء الدور عليه لادارة مباراة للنادي الاهلي الذي لم يدر له اي مباراة من قبل حمدي رفض احتساب ركلة جزاء للاهلي في مباراة الجيش اليوم الجرنان النهاردة يعني بعد عرقلة محمد بسام حارس مرمى الطلاع لعبدالله سعيد داخل منطقة الجزاء حسبما عبر الجهاز الفني للاخمر ولعبوه حمدي تم تهديده بالاستبعاد نهائيا عن التحكيم في عام 2015 بسبب تأخير مباراة الجيش وزعيم الصغر 25 دقيقة من اجل حصول الحكام على مستحقاتهم التي تأخرت عاما كاملا رغم تهديده بالاستبعاد من قبل اعضاء اللجنة الرئيسية تارة ومن بعض اعضاء اتحاد الكرة ورئيس لجنة المسابقات تارة اخرى حمدي ادار 15 مباراة بالدوري المصري منذ بداياته في موسم 14-15 حيث اشهر حمدي خلال مبارياته بالدوري 70 بطاقة صفراء وبطاقة واحدة حمراء واحتسب ركلتين جزائيتين وادار مباراة كاس وحيدة خلال مسيراته الجزير بالذكر ان حمدي يعمل محاسبا بجانب عمله في التحكيم بالدوري المصري طيب كلام جميع 2015 اخر مباراة كانت ايضا لطلع الجيش قدام الاتحاد السكندي اخرها 25 دقيقة لانه بسيادته كان عامل اضراب كان عامل اضراب ورافض يبدأ المباراة علشان الحكام يحصلوا على مستحقاته مستحقاته مشروعة محدش قال حاجة لكن وقتها لو تفتكروا من سنتين الناس كلها كانت منتقدة ان الحكام يمتنع عن اداء مباراة وكأنهم احنا بنتكلم على عمال في شركة بتضرب او بتعمل احتجاج فاوي ساعتها الناس لامت الحكام ولامت اتحاد الكرة على تأخره في صرف المستحقات لكن جريدت الوطن بتذكر بالواقع يا باش مهندس شوف يا حبيبي انا بس في حاجة برضو عايز اتكلم الكابتن عصام الذي احترمه كثيرا جدا وارى انه الراجل بيتعب مش عايز امنخشى وهو بينك تجده هو كمان طلعان عينه يعني هو لو ما بيجي يدي حاكم زي ده فرصة نفسه الحاكم ده ينصفه طبعا فبيحرقوا طبعا